ترجمة نانسي قنقر وتميزها تزامنت هذه الجائزة ليبيل فضل لجلالة الملك وأيضا المنامع عاصمة للإعلام العربي فلابد أن يكون هناك تطور نسخة ثامنة من الجائزة لها اهتمام كبير والشارع الصحفي البحريني المشاركات في هذا العام تجاوزت الخمس مئة وثلاثين مشاركة فالكل يطلع أن يحظى بنصيب من هذه الجائزة الفئات الجديدة التي تم إضافتها فئات مهمة جدا ترويك أن هناك مواكبة لكل التطورات التي تحدث في الصحافة فئة الفيديو المرئي فئة الإنفوغرافيك المواقع الصحفية شخصية العام والملحق المتخصص أكثر من فئة هامة وترويك أن القائمين على الجائزة مهتمين بأن يواكبون جميع التطورات قامات صحفية وإعلامية مرموقة توافدت إلى حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في نسختها الثامنة والتي تشرفت برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ورعاه إذ شهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين وسط تفاعل وحضور صحفي كبير أنا أقدر أقول أن هذا اليوم يوم سعيد ليس فقط لنفسه لأنني لم أكن تتوقع هذا الشيء أبدا بل هي كرم من سمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تقديرها الليانة الفضل يرجع بالنسبة لياني لزملائي أيضا لأننا إحنا لما نعمل نعمل كفريق وليس كفرد فهذه شهدتهم لي أنا بيرجع فضل لزملائي أيضا فردا فردا العمل الصحفي ليس عمل فردي مطلقا بل العمل الصحفي عمل جماعي من المخبر العادي اللي يجيب الخبر إلا من يكتب إعادة كتابة الخبر المخرج اللي يخرجه فبالتالي الكل يكمل فأنا شخصياً سار لي الآن في دار أخبار خليج تسعة واربعين سنة عمر تقريباً فإن جداً ما كنت تصدقوني ما كنت أتوقع إن أنا أكون رجل الصحافة لهذا عليه السلام قيمة معنوية عالية مثلتها الجائزة الأكبر والمتخصصة في دعم القطاع الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين وهو ما بات محط إعجاب واهتمام كبير من قبل جميع العاملين في القطاع الصحفي والإعلامي والذين أكدوا على دور الجائزة في دعم وتسجيع جميع العاملين في هذا المجال اليوم يوم عظيم شرف كبير نيل جائزة تحمل معاني كبيرة طيتها معاني كبيرة باسم سيدي سمو رئيس الوزراء جائزة كثير يتمنى أن حصول عليها يتنافسون عليها أكثر من 500 عمل اليوم هذه الجائزة تأتي بجهود فريق عمل كبير في صحيفة الأيام يواصل الليل بالنهار لنحقق هذه النتائج وسعيدين ونتشرف بهذا الشرف حصول على الجائزة هذا الفوز فوز كبير جدا بالنسبة لي في مسيرة الصحفية خاصة وأنه يحمل اسم رئيس الوزراء نظرا لكون الجائزة جائزة رئيس الوزراء للصحافة وهذه الجائزة هي تتويج لمسيرة أي صحفي في البحرين كونها تعد إحدى أهم الجوائز في البحرين وأكبرها طبعا فهذا الفوز يجعلني أشعر بفخر كبير ويعطيني دافع لمزيد من الاشتغال والاحترافية في المسيرة الصحفية تنوع كبير وتجديد مستمر شهدته الجائزة في نسختها الجديدة إذ فتحت أبوابها أمام ست فئات جديدة من ضمنهم طلبة الجامعات والمنصات الرقمية وغيرها من المجالات التي عززت فرص الفوز بالجائزة وأتاحت فرص المنافسة أمام الجميع وهو ما حظي بإشادة واسعة من قبل المختصين والعملين في المجال الصحفي جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة الجائزة الأكبر في مملكة البحرين التي تتهافت لها أفئدة الصحفيين في مملكة البحرين وبذلوا خلال العام الماضي العديد من الجهود النوعية والمتميزة والاحترافية لنيل شرف الحصول على هذه الجائزة والوقوف على هذا المسرح يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين